بصوا يا جماعة احنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنفوز طيب يا عم يوسف وانت تعلم الغيب لا معلمش الغيب ولا حاجة احنا هنفوز في كل الاحوال هنفوز بان احنا نكسب المطش وخدنا البطولة ولو دا ما حصلش فاحنا هنفوز لان احنا فعلا لعبنا حلو قوي وفعلا اقدر اقولك استقتلنا علشان نكسب وفعلا الجمهور المصري اسبت قد ايه هو جمهور واعي وزكي ومحب لفرقته ومحب لمنتخبه ومحب للكورة المصرية ففي كل الاحوال فيزين فيزين وفي كل الاحوال هننزل النهاردة نحتفل كسبنا المطش بتاع النهاردة نازلين احتفال ما كسبناش المطش احنا كسبنا حقيقي اداء يشرف 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 ومش زمان جوا نحن نلعب لاجل اداء المشرف لا واحنا بجد لعبنا اداء مشرف وبجد واجهنا صعوبات كتير وبجد واجهنا تحديات كتير وبجد بجد بجد واجهنا كم غتاتة غير طبيعي وعليه احنا فيزين فيزين اللي لا دي حفلة كسبنا المطش حفلة ما كسبناش المطش احنا كسبنا نفسنا حفلة وهنحتفل وهننبسط وهنهيص وهتبقى ليلة يا عمضة على رأي الفيلم بتاع الزوجة التانية رائعة صلاح ابو سيف على كل حال احنا نفضل نتابع دايما معاكو دايما معاكو الاولى دايما معاكو برنامج التسعة متابعة مستمرة لحظة بلحظة اللي بيجرى في المطش يتخلى لها متابعاتنا الطبيعية